موسيقى مساء الخير حوار لكل الاختصاصات فهو طاولة ومنتدة وجلسة مجلس وزراء واخرى نيابية يعين ويرقي ويفعل عمل الحكومة ويؤسس للمجلس العسكري ويضع مواصفات للرئيس ويبحث في موقف لبنان أمام المحافل الدولية لكنه لن يستطيع ثاني وزير العدل أشرف ريفي وردعه عن السقوط من شرفة السراية إذا ما قرر مجلس الوزراء عدم إحالة ملف نيشال سميحة إلى المجلس العدلي والموقف الأصعب لهيئة الحوار وللدولة بكامل مؤسساتها المعطلة منها والممددة هو أن يقرر النائب خالد ظاهر التهور واللجوء إلى العصيان المدني وربما اتباع ضاية الأمعاء الخاوية احتجاجاً على قضية سميحة أما التيار الوطني فسوف يلتحق وزراؤه بالجلسة بعدما جرى التفاهم على موضوع تعينات المجلس العسكري كما أكد الوزير الياس بصعب للجديد طاولة الحوار التأسيسية مهدت لمجلس وزراء بالممكن غداً لكنها سياسياً أخرجت التنافس الرئاسي إلى منصة التصريح والاعتداد بالأرقام إذ سأل رئيس تيار المرد سليمان فرنجي كيف سينسحب من لديه سبعون صوتاً لمصلحة من يحظى بأربعين صوتاً فرد عليه الوزير جبران باسيل هذا المساء إننا لم نعتمد مع فرنجي يوماً عد الأرقام ولنصل إلى مرحلة نتنافس فيها معه في مجلس النواب فرنجي بهذا الرقم كشف استفافات القوى السياسية بحيث احتسب كلاً من بري وجنبلات والمستقلين من مؤيديه إضافة إلى المستقبل الذي غمر مرشحه وأحاط به على طاولة الحوار بحيث أصبح زعيم المرد جاراً للرئيس فؤاد السانيورا هي حكمة علي حمد مسؤول البروتوكول الذي غالباً ما يقرأ في طالع الرئيس نبيه بري ورغباته الدفينة في ترتيب الأوراق والكراسي والجالسين عليها والطاولة المعدة لنقاش بتاع كله غاب عنها النائب وليد جنبلاط لانهماكه مع العصافير المغردة وهو شبه طاولة الحوار بهيئة تشخيص مصلحة النظام في إيران قائلاً تبقى كلمة السر الديمقراطية طبعاً من المرشد والعيونك اختتم الحوار إلى السابع عشر من شباط وأنهى جنبلاط جلسته الافتراضية بسيوف ومسدسات وموسيقى أدبك يا شابب قبل السياسة خبر أمني فقد أفادت المعلومات من جرود عرسال بأن مقاتلي داعش يتقدمون باتجاه بلدة عرسال بعد اشتباكات مع جبهة النصرة وتقصف مدفعية لجيش اللبناني مواقعهم عند رصد أي تحرك أو اقتراب وكان داعش قد استولى على موقع للنصرة في وادي الخيل في جرود عرسال بعد معارك استمرت طيلة النهار وقد أدت الاشتباكات إلى مقتل وجرح عدد من مسلحين نصرة وتنظيم داعش بعد هجوم مباغت للنصرة على مواقع داعش في جرود الجراجير في القلمون رد عليها التنظيم بالسيطرة على مواقع للنصرة في سهل عجرم ومنطقة الملاهي على مقربة من حواجز الجيش هيئة الحوار تنعقد بغياب أربعة من أقطابها وأولى نتائجها تفعيل العمل الحكومي على نية تفعيل العمل الحكومي دخل المتحاورون مقر رئاسة الثانية في عين التيني حضر فرنجي وغاب عون ومعه غاب موضوع رئاسة عن هيئة أسست لإنهاء الشغور ثنائي المواحدين أرسلان وجنبلاط غابا لكن زعيم التقدمي حضر على تويتر واصفا هيئة الحوار بهيئة تشخيص مصلحة النظام في إيران وصف سبقه إليه الوزير غازي العريض على الطاولة المستديرة حتى المور تغيب ومع دخول المتحاورين انقلبت المقاعد تبعا للمستجدات السنيورة وحرب أحطاب فرنجي توزيع عده حردان تكتيكا سياسيا فرد بر ممازحا يبدو أن الجلسة خطيرة اليوم وتابع الحق على علي حمد أما الحاضرون فقرروا تحويل هيئة الحوار إلى حكومة ظل وأبلغ وصف قاله الرئيس نجيب ميقاتي الهيئة تحولت إلى مجلس وزراء كل الملافات التي ستطرع على طاولة الحكومة حضرت موقف لبنان في المحافل العربية وصفه السنيورة بالخطر محذرا من ردود فعل الدول العربية عليه أمر رد عليه باسيل قائلا أنا التزمت سياسة الحكومة وشرحت للعرب حساسية الوضع اللبناني أما التهويل بطرد اللبنانيين من الخليج فيصدر من أصوات في الداخل اللبناني هنا رد السنيورة البيان الذي أتى على ذكر حزب الله نتفهم تحفظ لبنان عنه لكن خروجا عن الإجماع العربي في الرياض غير مفهوم هنا تدخل مكاري داعيا إلى معالجة تبعات موقف باسيل بموقف موحد يصدر عن الحكومة يحدد السياسة الواضحة للدولة اللبنانية أمر أيده باسيل قائلا ضعوا ورقة موحدة بالسياسة اللبنانية ونحن نلتزم الخلاف في المحكمة العسكرية تطرق إليه السنيورة قائلا في إنجلترا حكم التخطيط لأعمال إرهابية يتخطى العشرين سنة أما عندنا فلا يجوز أن يخرج إرهابي أو عميل من السجن بعد ثلاث سنوات هذا يعرض أمن الجميع للخطر مطالبا بإلغاء القضاء العسكري أمر رد عليه برني فقال لا يجوز التعامل مع القضاء بالتشهير هنا تدخل حرب قائلا قضاءنا ليس بخير ونحن ننتقد هيئة محكمة لا القضاء ككل ميقاتي من جهته انتقد ازدواجية المعايير قائلا كيف يحكم على طارق مرعي الذي وجدت في منزله خريطة لمبنى عام 15 عاما ويترك بعد أربع سنوات من كان ينقل متفجرات بسيارته حياة الحوار عم تاخد دور كبير بدعم السلطة الإجرائية فنتمنى أنه تكون بكرة من عقد الجلسة لحتى الحوار بجلساته القادمة بـ 17 شهر القادم أن تكون حياة حوارية 17 شهر أن تكون حوار فاعل في مطل بيقول اقرأ تفرح تعرفوه والبقية عنكن ماذا ما حكيته مصد الرئيسي لا ما حكيته ما باعك فاق جئيس بري هو بديق الجلسي هو بقريب جلسي بعدك مستمر بترشيحك أنا مستمر بترشيحي وأنا من أول يوم لأنه دائما دائما نعتبره أنه نحن حكيين كلام ولكن نحن الكلام اللي منقوله نحن من اعتبره واللي من التذم فيه نحن من اعتبره نقطة قوتنا يمكن الاخرين بيحتبرون نقطة ضعف لألنا نحن من اول يوم إلنا فيه بلان ا فيه بلان بي بيكون بالنسبة إلنا فيه بلان ا ما فيه بلان بي بالنسبة إلنا ما فيه بلان بي رح تستقبل موفق بالنشعي من عند جنرال عون ستطبق بلحدة بنشعي أهلا وسهلا بالجنرال عون بيعرف أنه بيته بنشعي ولكن موقفنا موقفنا نحن الوقت اللي منكون موجودين بمشروع الجنرال عون كبلان بيكون هو موجود كبه وأنا مرفع يعني كيف المعه سبعين صوت بدين سحبل المعه أربعين صوت يعني برأيي أهم ما أنتج فيها هو إعلان التوافق حول تعينات المجلس العسكري فبالتالي جلسة مجلس الوزراء رح تمشي والاتجاه إلى أن تكون جلسات مجلس الوزراء ليس فقط جلسة يتيمة إنما أن يعمل على تفعيل الحكومة بصورة دائمة المتحورون غدروا تاركين رئاسة وراءهم والحكومة أمامهم وإلى حين التئام الهيئة مجددا في السبع عشر من الشهر المقبل يخلق الله ما لا تعلمون ننسي السبع قناة الجديد هي جلسة مجلس الوزراء التي تطلبت جلستي حوار للتهيئة لعقدها من دون عقبات أو مطبات بعدما أكد التيار الوطني الحر وخلفه حزب الله مقاطعة جلسات الحكومة في حال عدم وضع التعينات العسكرية على جدول الأعمال وفي الساعات الأخيرة يبدو أن المشاورات بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع سمير مقبل من جهة والتيار الوطني الحر من جهة أخرى استطاعوا تذليل عقبة الإسم الأرثوذكسي في المجلس العسكري بعد أن بقي العائق الوحيد ومن هذا المنطلق أكد وزير التربية ليصبح صعب أن الاتجاه نهار الخميس هو للتفاهم لتسيير عمل مجلس الوزراء بالتعينات هلأ بالمجلس العسكري رح بيصير بناء على تفاهم بين كل الأفريقاء وصار في تفاهم على كل الأفريقاء ونحن راضين على التفاهم اللي صار إذا إجا بكرة حدا يتراجع عن التفاهم اللي صار بيكون حد ليه عم بيكون عم بيتراجع بيكون عم بيقرر بضيع عرق المجلس الوزراء عن أول وجديد تكهنات يعني أنه موضوع رح نستئيل ولا مش رح نستئيل هذه لا بتقدم ولا بتأخر نحن واضحين في عندنا مطالب ورح نشتغل كرميلة وهذه مطالب محقة والكل عم يعترف أنها محقة نحن اليوم أنه فيتين على تفاهم لحتى يصير يشتغل مجلس الوزراء بشكل فعال أكتر جدول الأعمال سيتضمن 379 بدا ولعل أبرزها البند رقم 64 وهو مشروع إحالة جريمة الوزير السابق مشال اسميحة إلى المجلس العدلي عقبة جديدة ستكون موضع نقاش داخل الجلسة مشال اسميحة فعلا جريمة بحق اللبنانيين وبمحاكمته في أخطاء كبيرة جدا حتى ابتداء من القرار الاتهامي تهم فقط وحكم فقط على ساس نقل متفجرات فعلا هذا ضحك على أول الناس وأستهبال اللبنانيين فبالتالي نحن مع إصرارنا على أن هناك أخطاء حتى بموضوع أخلاء سبيله نحن نصر على إعادة محاكمته أمام المجلس العدلي أمام قضاة بيرجع تحقيق أمن جديد وبيرجع قضاء بياخد دوره بكل فعالية ومنستغرب إذا حدا نعترض يعني ما لازم حدا نعترض أبدا لأنه الكل عم يدعي لهم أنه عم يحارب الإرهاب القضية وبنسمع لأنها موقف مبدئي وموقف أساسي جدا إذا بكرة تم النقاش فيه وما تم التصويت عليه أو أخذ أغلبية الأصوات كيف حتى عاملوا مع الموضوع؟ هذا يبنى على الشيء مقتضاء أكيد حيكون يعني ردة فعل ويبنى على الشيء مقتضاء هل منها الانسحاب من الحكومة؟ أنا سمعت كلام عن سين وزير العدل أنه ينسحب من الحكومة في نقاش جدي بطائر المستقبل للتعاطي كيفية التعاطي مع الموضوع بس الآن ما في قرار نهائي لأن نرى كيف يصير التعاطي بكرة وبناء على يكرر أما بالنسبة لموقف وزير الخارجي جبران باسيل في جدة ورد رئيس الحكومة الذي يبدو أنه نأى بنفسه عنه فمن المرجح أن النقاش فيه سيكون حادا نخشى كثيرا ردة الفعل على اللبنانيين المقيمين والعاملين يعني طر رئيس الجالي أنه ياخد موقف أوي جدا بالمملكة العربية السعودية هذا ما بيكفي لأن هناك تساؤلات هناك حملة أعلامية كبيرة مش بس عبوصات الاتصال الاجتماعي حتى بالصحف وبالإعلام في المملكة العربية السعودية وكأنه يدعو إلى مقاطعة اللبنانيين إلى عدم التعامل مع لبناني نفس هذا جاي بالبيانة الوزارية إذا بدنا لبناني بلش ياخد قرار ما يكون عم ينقى بنفسه عم ياخد قرار مع بلد ضد الآخر أو تمنقول الكلام مش صحيح مع بلد ضد الآخر أي قرار ممكن يأثر على الوحدة الداخلية اللبنانية خليه ياخدوا العرار المجلس الوزراء الجلسة ستعقد إذن والتعينات العسكرية سوف تبت أما بنسبة الاعتكاف وزير العدل أشرف ريفي فيبقى رهن البند 64 على أن تصبح نقاشات نائب النفس بندا دائما على جدول أعمال السياسيين في كافة المناسبات ما الفرق بين المحكمة العسكرية والمجلس العدلي الذي يطالب وزير العدل بإحالة قضية ميشيل سميحة إليه تقرير رامز القادي درد الحكومة مجددا أمام فتيل متفجر قد يطيح جلستها التي تعود بعد طول غيابه هو قضية ميشيل سميحة وإصرار وزير العدل أشرف ريفي على إحالتها إلى المجلس العدلي سياسيا الانقسام بات واضحا ووفق ألية اتخاذ القرار في ظل الشغور الرئاسي لن يحصل مرسوم الإحالة على توافق ولكن من الناحية القانونية هل يعد المجلس العدلي محكمة استثنائية ويكون تاليا انتقال الملف من قضاء استثنائي إلى قضاء استثنائي من حيث الصلاحية هو ينظر بجرائم طبيعتها استثنائية إحالة الجرائم إحالة الملفات أمامه يجب أن تكون بموجب مرسوم هناك استثناء بكيفية إحالة عن الدعاوة العادية التي تنظر بها المحاكم العادية ويؤلف من خمس قضاء يشكلون بموجب مرسوم بيصدر من بعد اقتراح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى بعض الأراء اعتبرت أنه هو أراء فقهية عديدة اعتبرت أنه هو محكمة استثنائية نظرا للي قلتلك وهناك رأي آخر بيعتبر أنه لا حيث الرأي صار في دراسة اللي قلت له بفرنسا وما فينا إلا ما نعمل قياس على هذا الموضوع المشكلة في لبنان أنه دايماً بيصير نظر للموضوع من حيث المبدأ والاستثناء يعني كأنه فيه بس مبدأ البرانسيب واستثناء الاكسبسيون إنما مفهوم المبدأ فيه له مش بس استثناء فيه شيء اسمه تليين للاستثناء وممكن اعتبار المجلس العاد لهو تليين لمبدأ القضاء العادي اللي عنده ثلاث درجات مقاضات هذا المفهوم ما فينا بس نجي نقول إنه هناك استثناء والمجلس العدلي هو محكمة استثنائية المجلس العدلي يتألف من خمسة قضاء يعينون بمجاب مرسوم بناء على اقتراح وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ويرأسه الرئيس الأول لمحكمة تمييز ويتمتعون باستقلالية باقي قضاء العدليين وهذا ما يميزهم عن قضاء القضاء العسكرية ولكن هل يحق لمجلس الوزراء إحالة القضية إلى المجلس العدلي وهي لا تزال في المحكمة العسكرية مادة واضحة بالمادة 356 بتقلك أنه تحال الدعاوة التي هي قيد النظر أمام المحاكم العسكر أمام القضاء العسكري والقضاء العادي إلى المجلس العدلي بموجب مرسوم نحن عم نقول قيد النظر لما بتكون قيد النظر يعني غير صادر فيها بعد أي حكم مبرم هي ما زالت قيد النظر والمادة 356 واضحة بتقلك أنه الدعاوة التي هي قيد النظر أمام القضاء العسكري والقضاء العادي ممكن إحالتها إلى المجلس العدلي بموجب مرسوم إذن الأصول القانونية المتبعة أمام المجلس العدلي هي الأصول المتبعة أمام محكمة الجنايات بعكس المحكمة العسكرية التي يرعاها القضاء العسكرية هذا إلى جانب أن القضاء العسكريين لا يتمتعون بالاستقلالية الكاملة نظرا إلى طريقة تعيينهم من قبل وزير الدفاع لكن ما يعطي المجلس العدلي بعضا من الطابع الاستثنائي هو ألزمية مرور القضية المحالة إليه من مجلس الوزراء وأيضا عدم إمكانية الاعتراض ما خلط طعن وإعادة المحاكمة هل الكائنات الفضائية تعيش بيننا وننجب منها الأطفال؟ هل الأفلام الأمريكية من صنع الخيال تماما؟ أم تضخيم لواقع ممنوعا؟ أعلانه وهل الاكتشافات الجديدة عن إمكانية الحياة على كواكب أخرى دليل على وجود كائنات فضائية؟ هذه التساؤلات وإن كانت قد انطلقت بسبب الدعاء السيدتين الأمريكيتين ألونا وبرجيت أنهما ولدتا عددا من الأطفال بعد إقامة علاقات متعددة برجال فضائيين يشبهون الزواحف وعلى مدى سنوات وأن أطفالهما يعيشون مع أبائهم على سفن فضائية عملاقة وينتمون إلى مجتمع أطفال الهجين كما يسمت كل منهما صورا لأطفالها المسعومين لنتخيل ذلك واقعه وكلام السيدتين صحيحة هل يخفف ذلك من أزمة العنوسة في العالم بحيث تجد العازبات أزواجا لهن من كوكب آخر؟ أما الحديث بالاستناد إلى الواقع العلمي فسواء أكان وجود الكائنات الفضائية تخيلات وهلوسات أم كان مهزلة كما قال البعض فأن ذلك لا يمنع البحث عن هذه الكائنات التي تشغل الغرب بسياسيه وباحثيه مدعمة بتصريحة ووقائع لا يمكن نفيها يعني مثلا رئيس الدائرة الفيزية بجامعة هاردور شو بتقول؟ بتقول مين قال أنه المادة الخفية بالكون اللي بتشكل 95% من الكون نحن بس 5% المادة الزهرة ليش ما بيكون فيها كواكب بيكون فيها كائنات كمان بس مش ظهرة لقلنا هيدا مخ يعني هيدا أكبر مخ بهارفرد عم يحكيهاك أي تعاطي بموضوع الكائنات الفضائية ما فينا نحنا نعرف يعني نقول يا آية لأ فيني بس قلت شو بينقاب يعني من ناحية الأشخاص اللي بتم خطفهم تم دراستهم من بروفسور بجامعة هارفرد كل المستمعين أو المشاهدين بقدر يفوتوا على الإنترنت ويشوفوه جون ماك بروفسور بي هارفرد بقلم النفس قابل مئات الأشخاص وحكي عن أشخاص كتير شافوا كائنات فضائية وصحون طائرة بس بيخافوا يحكوا أحسن من يفقدوا أعمالهم ويتم طردهم من أشغالهم الجهة التانية عندك سياسيين مثلا وزير الدفاع الكندي السابق بأكتر من مقابلة بنبه البشر وبيقول لهم هناك كتير كائنات فضائية عم تجي على الأرض هناك اتفاقات سردية مع الإدارة الأمريكية الرئيس الوزراء الروسي ماتفادف اللي بيقول نعم يوجد كائنات فضائية وبخاف لكم قداش عددهم لأنه مكتار وعايشين بين البشر جلسة الكونغرس اللي صارت من 2013 أكتر من مئة شاهدوا عن تجربهم خاصة مع الآليينز كمراقبين محايدين لما نشوف هيك إلا ما نصير عنا حشرية أكتر نبحث بهذا الموضوع وما فينا نيجي نقول هذا الموضوع منه موجود لا يمكن أن يكون تناول هذه النقاشات عن عبث إلا بد من حقائق قد تكون ما زالت مبهمة ولا بد أن تكتشف عاجلا أم آجلة شهود من أكاديميين باحثين سياسيين أمنيين ومواطنين يؤكدون مشاهدتهم كائنات فضائية لكن لشيء يمكن تأكيده أو نفهم بعد الفاصل ربع رغيف زيادة على ربطة الخب أهلا بكم من جديد في بلد كلبنان لا يغر أنك انخفاض أسعار المحروقات لأن شيئا لن يتغير تقرير حليمة طبيعة من خفاض أسعار المحروقات في لبنان وبعد مشاورات مع اتحاد نقابة أصحاب المخابز والأفران وقع وزير الاقتصاد لاحكيم قرارا قضى بخفض سعر ربطة الخبز برفع وزنها خمسين جراما على أن يبدأ العمل بذلك ابتداء من الأول من شباط المقبل توصلنا اليوم لخفض سعر ربطة الخبز عبر زيادة وزنها خمسين جرام هالموضوع هذا بفضل أولا جهود المواطنين اللي هن كنوا عم بطلبوا بهالموضوع بأسرع وقت ممكن ولكن أيضا بفضل تفهم وتعاون ودعم نقابة الأفران ولكن كيف سيترجم هذا القرار فعليا؟ راح نعملها 8 طرق في الربطة راح نزيدها الرغيف بس بنا نزغر العجينة شوي بس بجدوصير وزنها ألف جرام يعني 8 خبزات حيصيرها ألف جرام هلأ في الواحد ما يلتزم ب8 خبزات مهم بجدوصي وزنها ألف جرام الرغيف وزنه تقريبا 140 جرام هلأ حيصير وزنه رغيف 125 جرام 125 بس بجدوصيره 8 وبالتالي فإنما جرى ليس سوى عملية تخدير للمواطن لأن الخمسين جراما التي ستضاف إلى ربطة الخبز لا تتعدى ثلث رغيف خبز في المقابل يؤكد وزير الاقتصاد أن لا علاقة لوزارته بموضوع خفض تعرفة النقل وأن كل ما تقوم به هو أداء دور الوسيط بين المواطن ووزارتي الطاقة والمياه والأشغال والنقل أما سائق الأجر فيعارضون خفض التعرفة طالما أنه السكر غالي بعده والرز غالي وكل شي غالي حتى الكلية غالي غيار الزيت غالي يعني ونحن ما عنا مشكلة بس نزلوا أي شي يعني من السلعة من نزل ما في مشكلة وقتا كان تنكة البنزين بـ 40 ألف ما غللوا لنا نحن التسعيرها ما صارت 3000 مثلا وعنا طلبنا فيها كتير وما كان يردوا علينا وطلبنا نحن بتعويد كمان ما ردوا علينا معناتها نحن هلأ ما فينا ننزلها لأنه بعد أول شي كل شي غالي مش بس موضوع تنكة البنزين الأكل غالي شرب غالي كل شي غالي بالبلد ما الله عمال يلحقونا ما الفين تايل هالي أنا من عبكرة السواء لها الله ما شيغل 22 ألف أحن شو فيهم صار لمن الساعة 8 ضاير شو بيجيبوا نصف الرج حقو 15 ألف 16 ألف روح عمي روحي أما وزير الأشغال غازي زعيتر فلفت في اتصال بالجديد لأنه يقوم بالاجتماعات والمشاورات اللازمة مع المعنيين مضحا أن سعر المحلوقات لا يشكل في الأساس سوى 17% من سعر تعرفة النقل وهذا يعني أن شيئا لن يتغير على هذا الصعيد في الجزء الثاني من ملف بارك ميتر النبطية إشارة على السيارة في النفعة أما في الأوم تي فلا إشارة تحقيق هذه الأمين 133 محضرا على المواطن محمد حمادي من جراء مخالفات عددات الوقوف في مدينة النبطية 133 ضبط بـ 22500 بيطلعوا مليونان وتسعمية وتنين وتسعين ألف وخمسمية يعني البلدية حتصير الشركة تجار المدينة وقعوا عريضة في وجه هذا القرار الذي تضمن مفعولا رجعيا والأكتر من هيك أنه موضوع الضبوطة نزلوا على الميكانيك هيدا السنة مش بس نزلوا لـ 2015 هلأ عم يعمل ضبط لهيد السيارة مع أنه هيد السيارة مانا وقفة على بارك ميتر وقفة على الزاوية اللي هي ممركب عليها عداد كان لابد من السؤال عن آلية وضع إشارات على ملفات السيارات وعن شرعية هذا الإجراء ما قدمت لنا هدى صلوم أو هيداة السيار نص مكتوب يسمح لإدارة السيار وضع إشارة على الملفات إذن هناك خلاف قانوني في وضع الإشارات على السيارات أما بلدية النبطي فاستدركت الأمر نحن القاسم المشترك اللي هو بلشنا فيه حتى الناس بلشتتعود نزلنا لـ 2015 يعني ما نزلنا ابتداء من 2009 خففت البلدية من حدث الأزمة في المدينة ولكن المستغربة هو عدد المخالفات التي وضعت فهل هذا يحدث في مناطق أخرى؟ في بيروت يبدو أنه فيه سيستام آخر أنه كل ثلاث محاضر زابط ببيروت بيرقبوله لصاحب السيارة المخالفة السابو أو هو اللي اللاقت للسيارة بيصير بدهم بالشركة جهاز بشري أكبر فإذن عليهم مصاريف أكتر وبدهم آليات لهذا المشروع إذن لبلدية بيروت إجراء آخر يحد من تراكم المخالفات على المواطنين فلماذا لا يعتمد في سائر المناطق اللبنانية؟ لكن بعيدا من ذلك حاولنا دفع الميكانيك في النافعة لنكتشف أن إشارة وضعت على ملف السيارة ولا يمكن إجراء المعاملة ذهبنا بتلك المعاملة إلى مركز لأم تي لنكتشف أننا يمكننا دفع الميكانيك من دون أي إشكالية هو دليل قاطع على الخلل في نظام المكننة في هيئة إدارة السير والمشكلة لا تقتصر على مخالفات شركات عددات الوقوف إنما يحتاج الأمر إلى عادة تنظيم من قبل الدولة اللبنانية من أجل حفظ حقوق الناس وعدم وضع إشارات استنسابية على ملفات المواطنين أناب خالد ظاهر يهدد بالعصيان المدني في حال لم تلتزم الحكومة في جلستها المقبلة احترام الدستور وإحالة ملف ميشيل سميحة إلى المجلس العدلي إذا لم يقم الجميع بدورهم وإذا بقوا على تقاعصهم في حماية الشباب وتحقيق العدالة وحماية لبنان ومصارح لبنان أنا أعتقد أن الأمر يصبح عند ذلك مسؤولية المجتمع المدني والفعاليات الوطنية للضغط على السياسيين وعلى الحكومة وللقيام بكل الوسائل المشروعة ولو أدى الأمر إلى العصيان المدني إلى الاعتصام أمام قصر الحكومي وأمام الوزارات وفي وسط بيروت بعد الفصل سياحة إيطالية قبل فرنسا منذب السورية إلى الأمم المتحدة بشار الجعفر يرأس وفد بلاده إلى محادثات جنايف ثلاثة عوضا عن وزير الخارجية وليد المعلم والمعارضة واحدة تتمنى عن المشاركة والأخرى ترجح موقفا إيجابيا في العاصمة الروسية موسكو بدأت التحضيرات العملية للاعداد لمؤتمر جنايف ثلاثة الخاص بمفاوضات السلام المتعلقة بالإزمة السورية وللغاية بحث وزير الخارجية روسي سيرجي لافروف في اتصال الهاتفي مع نظير الفرنسي لورون فابيوس التحضير للمحادثات وناقشا المسائل الملحة على أجونتة التحضير للمحادثات المقررة بين وفد الحكومة السورية والمعارضة برعاية الأمم المتحدة وفي سوريا تضاربت المعلومات حول هوية رئيس وفد النظام إلى محادثات جنايف فبعد ساعات على تأكيد رئاسة وزير الخارجية وليد المعلم للوفد أفادت مصادر أهلمية أن من سيرأس الوفد المفاوض هو مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري والمشرف العام الذي سيبقى في دمشق هو نائب وزير الخارجية السوري فيصل المقداد ونقل موقع روسيا اليوم عن نائب وزير الخارجية الروسي جنادي جاتيلوف قوله لا نعرف من سيرأس وفد الحكومة السورية إلى المحادثات في جنيف يوم الجمعة المقبل لكن الدعوة وجهت من قبل المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا سيفان ديمستورا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وليد المعلم بصفته وزير الخارجية السوري ورئيسا للوفد الحكومي المفاوض إلى ذلك انتهى اجتماع الهيئة العليا للمعارضة السورية في الرياض من دون أخذ قرار بالذهاب إلى جنيف ثلاثة وأكد رئيس الحزب الديمقراطي الكردي سالم المصلت أن الاجتماع سيستأنى في الخميس في انتظار رد الأمم المتحدة على الاستفسارات التي أرسلها منصق الهيئة رياض حجاب بشأن نص الدعوة المتعلق بإقامة حكومة ذات صدقية والصداح إذا كانت هذه العبارة تعني هيئة حكم ورجح المصلت وجود إجماع لرد إيجابي على المشاركة في مباحثات جنيف وعلى خط المعارضة أيضا أعلن الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية المعارض هيثم منع مقاطعة محادثات السلام السورية المقررة الجمعة في حال لم يتلقى الزعيمان الكرديان صالح مسلم وإلهام أحمد دعوة للحضور الرئيس الإيراني يختتم زيارته لإيطاليا وينطلق إلى فرنسا المحطة الثانية في الجولة الأوروبية أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أنه لا يجد سببا يستدعي الاعتذار عن أحراق السفارة السعودية في طهران أميلا التوصل إلى تهديئة وقال الرئيس الإيراني في مؤتمر صحفي في ختم زيارة لرومة استمرت ثلاثة أيام إن الاعتذار لا يندرج في إطار ديبلوماسية روحاني شدد على أن بلاده أوقفت المذنبين مطالبا السعودية بالقيام بالخيارات السليمة وقد اختتم روحاني زيارة لرومة بتوجهه إلى الكولوسيوم بمرافقة وزير الثقافة الإيطالي روحاني يتوجه إلى فرنسا المحطة الثانية من جولة يسعى من خلالها للتقارب مع الدول الأوروبية بعد رفع العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي لبلاده وقد نظم حجد من الجاليات الإيرانية والعربية تظاهرات في فرنسا رفضا لما قالوا إنه إعدامات متزايدة وانتهاك لحقوق الإنسان في إيران واستنكروا تدخلات طهران ودعمها للإرهاب في الدول العربية بحسب قولهم كان في العنوين الرئاسة تقلب كراسي الحوار فرنجية بين الحلفاء الجدد كان في الخاص الحكومة باقية والمجلس العسكري يتمدد فيتين على تفاهم لحتى يصير يشتغل مجلس الوزراء بشكل فعال أكتر المعلم مفاوض جناز ومعارضة تسأل كان في النشرة أبشروا يمكنكم الزواج بكائنات فضائية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة